موسيقى وايضا في العهد الجديد منشوف في تخصيص كتير لموضوع النبوات فمثلا في انجيل متى الاصحاح الرابع والعشرون وخمس وعشرين كمان بيتكلم عن المجيء التاني في لوقا واحد وعشرين في مرقص اصحاح تلات عشر في رسالة بولوس الى اهل تسالونيك الاولى والتانية بتشوف مقتطفات هنا وهناك من رسالة بوتروس ورسالة يهوذا ورسالة يحنى ايضا بتشوف سفر كامل من سفر الرؤية بتشوف في العهد القديم حسقيال ودانيال بيركزوا كتير عن المجيء التاني بيتكلموا عن اخر الايام والرب يسوع نفسه اتنبأ عن مجيء اخر الايام وفعلا لما تنبأ كان في سياق الحديث انه مش بفترة طويلة الهيكل رح يهدم وقرشاليم رح تدمر وتمت نبوة يسوع وهذا بيأكد لنا انه نبوات يسوع المسيح رح تتم والرب يسوع تنبأ بكل صراحة انه رح يكون في مسحاء كذبة ورح يكون في انبياء كذبة انبياء مزيفة ورح يضلوا الكثيرين بتشوف انظمة بتتحد مع بعض بتشوف انظمة دينية بتتحد مع انظمة علمانية مع انها متناقضة كل التناقض العلمانية بيقولوا شيء والدين او النظام الديني بيقول شيء ولكن عند يسوع المسيح كل الانظمة بتتحد وهذا ما يسميه الكتاب روح ضد المسيح كل هذه الامور اللي بتنكر مجيء المسيح بالجسد بتنكر لهوت المسيح بتنكر انه يسوع هو ابننا الله فكل هاي الانظمة بتتحد على شيء واحد على هوية وشخصية الرب يسوع المسيح والغريب في الموضوع انه الرب يسوع المسيح تنبأ عن هذه الامور رح تحدث ومش عم بيستعطف ولا بيسترضي حتى يكسب شعبية معينة عم بيتكلم عن كيفية الاتباع ان يكون تلميذ حمل الصليب انكار الذات وانه فعلا لا تحب العالم ولا اي نظام في هذا العالم يقصد النظام الشرير من فلسفة مادية من القيم الاخلاقية المنحلة من النظام اللي هو ضد اخلاقيات المسيح فكل هذا الكتاب المقدس بيتنبأ عنه